معاي في الاستوديو الخبير في التكنولوجيا المعلومات أيمن عيتاني صباح الخير أستاذ أيمن بداية هل واقعي هذا الشيء أن مبيعات الهواتف راح تزيد وهل السبب واقعي أيضا لارتفاع المبيعات هلأ عيسى الذكاء الاستناعي سيكون من هون لثلاث أربع سنوات دائمنا يعني وين ما كان موجود يعني كيف عم نتنفس هوا عم نتنفس ذكاء اصطناعي بالهواتف المحمولة على التلفزيون على الانترنت عشوية يعني بالغسالة والبراد وفرشاية السنين كل شيء حيكون في عليه ذكاء اصطناعي والسبب هو هنا أول شيء في مليارات الدولارات موجودة بهذه التقنية من هالمؤسسات الكبيرة جوجل أبل مايكروسوفت تشاتشي بيتي وغيرها كله عم يدخ مليارات الدولارات وبدو نلاقوا طرق معينة إلى استرداد المردود منه موجود هلأ بدو يجي فعم يكون في استعمال الذكاء اصطناعي بكل شيء واحد اتنين هايدي تقنية جديدة وفعالة وعم تفيد مثل يعني عم يشبهوها بالانترنت بأول التسعينات كتأثيرة لحتى يجي لقدام فمنشان هيك كمان عم نشوفه نحن وين ما كان وثالث شيء فيه يعني فيه رواج تجاري فإذا أنت هلأ قلت لي أنت الجاكت اللي بسه عليها ذكاء اصطناعي بتدفع حق زيادة الكمبيوتر عليه ذكاء اصطناعي بتدفع حقه زيادة فكمان فيه رواج تجاري يلي بيسمح ليكون في كل هالحركة بالإعلام وبالسوء والناس كلنا عم تسأل وتدفع وتشتري بس مش راح تكون مشكلة أو راح تكون أو راح يكون الذكاء الاصطناعي نوعا ما مقيد لفئة معينة من الناس اللي عندها مدخول جيد أن الناس البسيطة ما راح يكون عندها أكسز على الذكاء الاصطناعي عكس الناس اللي عندها المقدرة لأن على الأغلب الذكاء الاصطناعي ما راح يكون فور فري أو مجاني مثل الفترة الحالية اللي فيه أنواع مختلفة مثلا نقروك اللي على أكس ممكن استخدامه بطرق يعني أنه يكون مجاني لكن أفضل نسخة من شات جبيتي اللي هو فور أو أتوقع اسمها هذا لازم تدفع عليه يعني مش مش بلاش مثل ما تقول أو فور فري بس فهل ممكن هذا النوع من الأشياء تخلق مثل ما نقول قاب بين الناس كبير صعب أنه يملأ سؤالك لمحله لأنه عادة كل التقنيات الجديدة بدكون مكلفة بالأول لا يقطع الصين عليها وقت معين لا تكون موجودة لعامة الناس مثل الفرق شوي أكثر بالذكاء الاصطناعي أنه فيه مؤسسات يعني مثلا بأبوظبي مؤسسة جيس عم تعمل منافس لتشات جبيتي مؤسسة متى اللي بتملك انستغرام وواتس آب وفيسبوك كمان عم يعملوا منافس لتشات جبيتي وهذا بيعتبر أوبن سورس اللي هو مجاني لكل المؤسسات والأشخاص اللي حبين يستعملوا فالناس اللي المؤسسات التجارية اللي بهم طاعته هذا المنتج الجديد مدروا اللي تدفع لتشات جبيتي وغيرها مقدروا يستفيدوا من تقنية جيس وتقنية متى لا يكون في عندهم باستناعي يقدروا يأمنوا للناس يستعملوا بطريقة مجانية أو بتكلفة قليلة ففي عندك المكلف وفي عندك اللي هو كتير منيح بس منه مكلف كمان فهذا بيميز هذه التقنية لأنه بأولا في وعي عند كتير مؤسسات أنه أنا لازم أمشي بخط تجاري أو خط مش تجاري والمستفيد الأكتر شيء هو نحن كأشخاص بيوميتنا بس مش ممكن توصل لمرحلة يعني خلال فترة من الفترات متى مثلا كانوا يقولون أن متى قاعدة تحرق الكاش اللي عندها عشان الفيرتش والرياليتي صح وما شفنا الشيء إلى الآن ممكن الشيء هذا ينطبق على الذكاء الاصطناعي أن كثرة الاستثمارات والضخم من قبل الشركات ممكن فجأة هب ما في شيء هلأ هنا بمسط متى مليارات كان على موضوع الـ VR والمتاورس بعدين صرف يعني هم دقوطات معينة يعني وقفوا وقفوا كثير هالمصروف حولوا الاتجاه هون على الذكاء الاصطناعي ففيه محطوا كثير فلوس فيها يعني هو الحكي كثير بالسوق عيسى أنه هالمليارات كلها وينما ترجع تجي يعني سبعة وعشرة وعشرين وثلاثين مليار أنا قرأت قبل فترة تقرير عن سام ألتمن هو المؤسس حق شات جي بيتي أن شات جي بيتي ليس يدخل شيء إلى الآن يعني بالعكس فيه مصاريف أكثر فمين ممكن تكون المداخيل حق الذكاء الاصطناعي هل يرفعون سعر الاشتراكات هلأ فيه مردود لهذه المؤسسات بس منه كيف يغطي التكاليف يلي عم بيعملوها المردود ما يجي مثلا فيه مؤسسات حكومية فيه مؤسسات تجارية بيهموا الذكاء الاصطناعي بس على معلوماتهم الخاصة ما حبين أن تكون موجودة لكل الناس فشب يعني أنه يدفعوا لتشات جي بيتي ولا غيرها من هالمؤسسات ليعطون هالتقنية يستعملوها داخل مؤسساتهم كمؤسسة حكومية أو كمؤسسة تجارية ويظل هالمعلومات حافظينها ضمن المؤسسة خاصة المؤسسة الحكومية فيه معلومات عننا نحن كأشخاص ومعلومات خاصة يعني ما لازم تكون موجودة مع مؤسسات خارج هذه المؤسسات الحكومية فهذا بيعطي مردود معي من هذه التقنية بس هو ريهان كبير من هالمؤسسات عندك مؤسسات حتفى مليارات الدولارات وما حتشوف ولا شيء وعندك مؤسسات لا حتقدر تسيب بس اليوم الأجوة منهم موجودة وما حتكون موجودة غير بعد كم سنة لما بيبين معنا مضبوط التطبيقات اللي عن جد الناس هم تستفيد منها عن جد المؤسسات التجارية والحكومية مستعدين يدفعوا حقها بس نحن هلأ بعدنا بأول طريقة الحين ممكن Open AI هي المعروفة طبعا من ناحية ذكاء الصناع من ناحية TGPT باقي الشركات ما برزت أو يمكن ما روجت أو سوقت لنوعية معينة من أنواع تطبيقات الذكاء الصناعي أو غيرها من الأشياء هذه الذكاء الصناعي التوليدي مثل ما يسمونه هل ممكن إذا قدر تطبيق أو قدر برنامج من برامج الذكاء الصناعي الخاص بمثلا مايكروسوفت أبل جوجل أو غيرهم يرفع من أسعار الهواتف إذا كان البرنامج هذا حكر على نوع معين من الهواتف خصوصا نحن نعرف أن الشركة المعروفة أو الأقوى في مجال تصنيع الهواتف هي أبل تعتبر لكن أبل حاليا من ناحية الذكاء الصناعي يبدو مثل ما يقولون أنها تتأخر عن متة وتتأخر عن جوجل فهل إذا كان لهم تطبيقهم الخاص ممكن نشوف ارتفاع أسعار الهواتف الخاصة بأبل مثلا هل سؤالك يعني في كذا موضوع خلنا نحكي بقول موضوع هن كمؤسسات يعني تشات جي بي تي و أوبن اي آي هن الأكتر شي رواجن وهي اللي أكتر الناس بتستعملها يعني ماليين الأشخاص هم يستعملوها وهذا بيعتبر الأساس يلي كل هالمؤسسات والأشخاص تلحق بس فيه مؤسسات تاني عم تقدر تظهر لأنه بتنافس بموضوع معين يعني مثلا إذا الواحد بيهمه يعرف ش عم يصير اليوم بالأخبار أو ش عم يصير بالأفلام أو ش عم يصير بالإعلام هذا جروكي اللي هو على مؤسسة أكس هو بيتابع أكتر يوميا ش عم يصير والناس ش عم تحكي عن هذا الموضوع فهون بتلاقيه أقوى من شات جي بي تي فالأشخاص اللي بيهموا لها النوع الحديث بياخدوها من أكس مثلا في عندك تطبيقات تانية مثل متجورني وغيرية اللي بتختص بس بالرسم التوليدي اللي هو بيرسم أشخاص وفيديوز وأشكال اللي هو أقوى شوية عم يكون من شات جي بي تي فبتلاقي الشات جي بي تي هو الاستعمال الأساسي بس إذا الواحد بده شيء معين مختص بيروحها هيدا المؤسسات فبتلاقي كل واحد عنده كل مؤسسة عنده مكان لإله حسب هي قوتها هيدا من جهة لذا نطبق هذا الفهم على التليفونيات الذكية عندك أبل وعندك سامسونج وعندك الجي وغيرها يلي عم ينافسوا بهذا الموضوع وعم ينافسوا خارج الكاميرا جديدة أو شاشة أكبر أو أصغر أو بتطوي تحكي تقنية هذه جديدة هون والكل هلأ طالب ذكاء استناعي أبل هلأ يلي عم تعملوا فرجتنا بنا قبل شوي من كم شهر شو نيتهم يعملوا وهني هلأ كمان بشهر تسعة وشهر عشرة حيكون عندنا التطبيقات موجودة بالأبدات الجديدة اللي حيكون عندنا إحنا وهني إذا كانوا استناعي عندهم نوعين عندهم أول نوعية لأبل بتعطيه بحد زيتا ونوع تاني يقول لك أبل أنا مش هيدا اختصاصي فيه لها أعطيه لتشاتشي بيتي فهني عملوا شراكة مع أفضل شركة اليوم موجودة اللي هي تشاتشي بيتي لا يقدروا يوفقوا بين اتنين بس كمين عيسى في كتير حكي أنه هلأ هده موقعت أبو سنتين لحتى أبل تكون عن جد ألعت مصبوط بالذكاء الاصطناعي وبيصيروا خلاص بيقول لك أنا بخلي شوي ألعي لي أكتر وبخفف أبعث لها تشاتشي بيتي بس مشكلة التقييد اللي صاير في الرقائق ممكن يلعب دور اللي هم السمي كونداكترز هل ممكن يلعبون دور في موضوع ارتفاع السعر الهواتف موضوع الذكاء الاصطناعي أكيد لأنه واضح أنه فيه توجه يمكن من الولايات المتحدة أنها تقيد موضوع الذكاء الاصطناعي التوليدي وتطويره وغيرها من الأمور على نفسها مش على دول ثانية لأنها خايفة من دور صيني ممكن نقول يلي تفضلت فيه حرطة كوية رقائق لأن هذه تقنيت الذكاء الاصطناعي نحن نستعنوا كأشخاص نشوفها على الكمبيوتر والجهاز بسهو من الخلف فيه كمبيوترات جبارة عم تقدر جايوا وتحل المعنى وهذه بدي رقائق متخصصة وعدد الرقائق هذه عالميا منه كافي للطلب الموجود هلأ هون منشان هيك تلاقي فيش مؤسسات مثل انفيديا وغيرها صاروا فوق الريح لأن الناس كلها بدي رقائق من عندهم هني بيقلك أنا حقها هلأت بيهمك عيسى وبيهمك في ألف وواحد غيرك هلأ مستعد يشتري مني مع الوقت هذه بدي تتغير ليش؟ لأنه أبلنا عم تعمل يعني كرقائق خاصة على جوجل أعطنا رقائق خاصة على مايكروسوفت فلح يخف لحيكون فيه فائض بس بدنا وقت لنوصل لهذه المرحلة اليوم في نقص وبتعرف بس يكون في نقص أنا بحدد شو بدك شو بدي بيهاك وعي أساس بكرة بعدين بيقول لك لأ ما أنا لابد أشتري منك ما غيرك عم يعطينا الخاص بيتغير الأسعار بس هلأ ما في فائض للرقائق ياللي نستعملها من البلد بس ممكن طرف ثاني أو دولة ثانية تطلع في موضوع ذكاء الاصطناعي وفي مجال الهواتف تاكل السوق أكثر عن الولايات المتحدة والشركات الموجودة فيها يعني ممكن نشوف بما أن مثلا تايوان قوية جدا في الرقائق مثلا نفس الوقت الصين قاعدة تحاول في محاولات الشرع عن طريق وأطراف ثالثة من انفيديا والصين معروفة بالتقليد وممكن تسوي هذا الشي لكن ممكن نشوف برامج ذكاء اصطناعي من خارج الولايات المتحدة هلأ في الرقائق وفي البرامج الرقائق بتوصل لمرحلة يعني الصين وتايوان وغيرها هن اللي حيغطوا رقائق طبع العالم مثل ما موجود اليوم بالرقائق طبع تليفون وأجهزة الكمبيوتر وكل شيء هون فهذا يعني من هون لسنتين ثلاثة بتكون أكتر شوية وتكون محلولة وين بيصير فيه الذكاء اصطناعية بالبرمجية والقوانين وتسهيل البزنس والإمارات اليوم عيسي عم تلعب دور كتير كبير بالذكاء اصطناعية من اليوم وكيف لبعد سنتين وثلاثة واربع لقدام لأنه أول شيء عم يجمعوا كل هالمؤسسات العنانمية عم بيعطوهم بيت واحد بالإمارات من قوانين من تسهيلات من تفكير ما يجب أن نعمل لقدام يعني عم بيحطوا مؤسسات حكومية مع مؤسسات تجارية مع المحللين مع جمالات البحث مع جمالات الرقائق عم بيحطون كلهم بمحل واحد وببيئة حاضنة لهذا الموضوع وهذا يعني عم يدرس فيه لعشر سنين لقدام مش أبو سنتين واحد اثنين عم يكون فيه استقطاب للمؤسسات الذكاء اصطناعية كبرمجية وغيرها يجوا على الإمارات يفتح مؤسساتهم يوصفوا هون فيه تسهيلات كثير لقلون لأنه هون بيقى حاضنة هيدا لقلون ثلاثة فيه قوانين عم تسمحين تلاقي فيه بلاد أجنبية تانية بتقول لك لا أنا ممنوع هيك وقف هيك عمول هيك يعني لا هون هي عم تحكي فيه قوانين بتسهل الذكاء الاصطناعية فسؤالك أنت أنه أي بلاد معقول تلعب أدوار الإمارات عم تلعب دور كبير من هلأ وبعد بهيد بالنهج الميشين فيه والقوة والطاقة الميشين فيها بعد لقدام حيكبر دورها أكتر وأكتر إن شاء الله يعني لأن أنا فيه للشراكات والتفاقيات اللي توقعت مع مايكروسوفت والتطبيق اللي المسمى فالكون إذا ما خب ظني الذكاء الاصطناعي بأياد إماراتية أنا شكر لك ضيفي في الستوديو الخبير في التكولوجيا المعلومات أيمن عيتاني على هذه المداخلة الجميلة شكرا لك حيسا الله يخليك